أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في كلمة مملكة البحرين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك في دورتها الحادية والسبعين والمنعقدة في نيويورك أكد أن البحرين بقيادة جلالة الملك المفردة تولي أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 والتي اعتمدتها قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في العام المنصرم كل الاهتمام والرعاية وأضاف معالي وزير الخارجية أن مقر الأمم المتحدة شهد جانبا مهما من جوانب التفاعل بين مملكة البحرين والأمم المتحدة وهو الاحتفال الكبير الذي نظمته البحرين في الثالث والعشرين من الشهر الجاري تحت عنوان جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة للتنمية المستدامة سيد الرئيس أن ننعقاد هذه الدورة تحت عنوان أهداف التنمية المستدامة تحرك عالمي لتحويل مسار عالمنا يعبر عن العزم الجماعي والرغبة الصادقة نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام الفين وثلاثين التي اعتمدتها قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في العام المنصرم والتي توليها بلادي بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله كل الاهتمام الرعاية وكان لها سبق البدء في تحقيقها ولم تتوان في واجبها لبلوغ أهدافها التي شهدت بها ووثقتها التقارير الأممية وستواصل التزامها بذلك وفق الخطط والبرامج الوطنية الطموحة إيمانا منها بأن تنفيذ تلك الأهداف والتفاعل معها يضمن مستقبلا زاهرا لأبنائها ومنذ بضعة أيام فقط شهد مقر الأمم المتحدة جانبا مهما من جوانب التفاعل بين مملكة البحرين والأمم المتحدة وهو ذلك الاحتفال الكبير الذي نظمته البحرين في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري بالتزامن مع انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة للتنمية المستدامة حيث تم منح الجائزة إلى البروفيسورة أنا تيباجيوكا المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والتي نالتها عن جدارة واستحقاء وهو ما يؤكد أن المملكة تنظر إلى التنمية المستدامة على أنها قيمة لا تعمل فقط على إنجازها وأنما تبذل جهلا واضحا في نشرها ودعم جميع الجهود الساعية إلى تحقيقها في مختلف أنحاء العالم كما أنما حققته المرأة البحرينية من إنجازات عالمية وأبرزها انتخاب مملكة البحرين في لجنة وضع المرأة وحصولها على عضوية المجلس التنفيذي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وحصولها على المركز الأول دوليا كأسرع معدل نمو لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وفقا للتقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية لهذا العام لهي دلائل واضحة على التعاون الوثيق بين مملكة البحرين والأمم المتحدة فضلا عما تعكسه من احتمام وحرص كبيرين من بلادي ممثلة بالمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأمير السبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتعزيز النهوض بالمرأة البحرينية داخليا وخارجيا وتفعيل مشاركتها في كافة القطاعات الحكومية والمجتمعية بوصفها مكونا رئيسيا كان وسيظل مساهما ومؤثرا في عملية تنمية المجتمع وتقدمه ترجمة نانسي قنقر